يعود الحديث عن الجبهات بعد سبات عسكري دام لأشهر طويلة لكنه حديث مصحوب بمرارة وخيبة أمل كبيرين بعد أن خان التحالف آمال اليمنيين وتحول إلى خطر محدق لا يقل كارثية عن ميليشيات الحوث نفسها جاء ذلك بعد يوم دام شهده اليمنيون بمقتل أكثر من مئة جندي وضابط والجرح عشرات آخرين في الاستهداف الذي طال أحد المعسكرات في مأرب السبت الماضي المواجهات امتدت على طول الشريط الجبلي من صرواح أقصى الميسرة إلى أقصى الميمنة على حدود محافظة الجوف ومصادر ميدانية تتحدث عن تقدم نوعي للقوات الحكومية في جبهة نهم بعد توقف دام سنوات كانت ميليشيات الحوثي قد حشدت قواتها من جبهات عدة لتخوض بهم هجومها لكنها كسرت بعد تعزيزات مشتركة لقوات الجيش الوطني وأهالي المناطق على التماس ترتفع الآمال مجددا باستمرار التصعيد العسكري ضد ميليشيات الحوثي لكن الأمر لا يخل من مخاوف كثيرة أبرزها أن يحول القرار السياسي دون الاستمرار في العمليات العسكرية فيما تتمثل المخاطر الأخرى في أن يتدخل التحالف بضرباته الخاطئة ليستهدف الجيش الوطني كما حدث أكثر من مرة تقول مصادر غير مؤكدة أن قيادة الجيش الوطني طلبت عدم مشاركة طيران التحالف في أي تقدم في جبهة نيم الأمر الذي يشير إلى أن صواريخ التحالف أصبحت تهديدا لا يقل خطورة عن قذائف الميليشيات يرزح الجيش الوطني تحت ثقل القرار السياسي ووساية السعودية التي فرضتها على الجيش وتحركاته هيمنة السعودية على القرار السياسي والنخب اليمنية انسحب على قرار التحرير وأكبل الجيش الوطني ليتركه عرضة لاستهداف الإمارات والحوثي على حد سوا يظهر ذلك جريا في موقف الشرعية في الرياض فخلال يومين منذ استهداف الجيش في مأرب لم يبدر من قيادة الحكومة رد فعل سوى بيان لا يرتقي إلى مستوى الحادثة